الوقت يبقى نروح مع حضراتكم للصحافة الرياضية هنروح الصحافة النهاردة كريم من البوابة نيوز وحتكون معنا لمرستنا العزيزة مريم ساميح موجودة دلقتي عشان تقول لنا أهم المنشتات في الصحف والمواقع وهي معاها لسه حاجات كتيرة خاصة كمان بيكورة القدم الأوروبية مريم بونجور صباح الفل عليك صباح الخير عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار البوابة نيوز زي ما انتي قلت تحديداً أنا هواند الحقيقة النهاردة تركيزنا الأكبر فيه جولتنا الصحفية على الدوريات الأوروبية سواء المتشاط طبعاً فيه أولى جولات الدوري الألماني وأيضاً الدوري الإسباني وأيضاً كمان يعني الحديث عن بعد الصفقات النهاردة هيكون معنا العنوان الأول طبعاً من جريدة اليوم السابع عمر مرموش فيه مهمة صعبة مع فولسبورج أمام باير ميونيخ بالدوري الألماني طبعاً بيصديف النهاردة نادي باير ميونيخ طبعاً ضيفه فولسبورج فيه المحترف طبعاً ضمن صفوفه النجمة المصري عمر مرموش فيه الجولة الثانية من عمر الدوري الألماني طبعاً المباراة تقام النهاردة فيه تمام الساعة الخامسة والنصف مساء طبعاً يسعى الفريق البافاري لموسط الانطراط في الدوري الألماني بعدما افتتح مواجهاته فيه البطولة السوداسية على فرانكفورت واحتل المركز الأول فيه جدول الترتيب طبعاً من جانبه أكد المدير الفني لنادي باير ميونيخ أنه طبعاً هو يرغب فيه عدم تغيير أي تغييرات فيه صفوف الفريق النهاردة فيه المباراة خاصة أنه هو شايف أنه هم حققوا نتائج مميزة فيه المباراة الماضية وطبعاً بيبدأ فولسبورج مبارايته الدوري الألماني الموسم الحالي بالتعادل بهدفين لكل فريق أمام بيردر برامن وشارك عمر مرموش فيه المباراة أساسياً قبل أن طبعاً يستبدل فيه الدقيقة 67 بزميله لوكا فالشميت وكان مرموش قد عاد الموسم الحالي لصفوف الفريق طبعاً أكيد بعدما قضى الموسم معارن لفريق شتوتجارد والذي ساعته على البقاء في البونزليجا وخاط طبعاً فولسبورج ست مباراة خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد والنهاردة طبعاً الجولة الثانية ونجح في المباراة اللي كانت في الموسم التحضيري نجح فيه تحقيق الفوز في خمس مباراة من أصل ست مباراة وطبعاً يعني في الحديث فيه تقرير اليوم السابع عن عمر مرموش وقمته التسويقية طبعاً نجمنا المصري طبعاً يعني تقال فيه التقرير أنه هو عاد طبعاً للتعادل مع فريقه وفيردر بيمين بنتيجة اتنين اتنين في اللقاء اللي جمعهم في المنافسات في الجولة الأولى من الدوري الألماني للموسم الحالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وشارك طبعاً عمر مرموش زي ما احنا قلنا بشكل أساسي قبل أن يخرج من المباراة في الدقيقة أو يتم استبداله أكيد بزميله لوكا في الدقيقة سبعة وستين وطبعاً يعني قاد مرموش أيضاً فريقه للتأهل للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا بعدما سجل هدف فوز فريقه في هذه المباراة وارتفعت أسهم عمر مرموش في برسة اللعبين المطلوبين في المركاتو الصيفي بدخوله دائرة الاهتمام أو اهتمام أكثر على رأسهم اسبانيول الإسباني وبورنموث الإنجليزي إلا أن طبعاً نديب يتمسك به حتى هذه اللحظة بعد النتائج وبعد مشارك في تحقيق عدد كبير من الفوز وقاد فريقه لتحقيق عدد من البطولات خلال الفترة الماضية طبعاً رفضاً كل العروض التي تلقاها النجمة المصري عمر مرموش بسبب قلة القيمة طبعاً تسوقية أو قيمة المادة المعروضة طبعاً أكيد لشراء النجمة عمر مرموش تاني أخبارنا النهاردة من البوابة سبورت والعنوان ريال مادريد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الليجة من بوابة الميريا يبدأ فريق طبعاً ريال مادريد بطل الليجة حملة الدفاع عن لقب الدوري الاسباني اليوم الأحد طبعاً عندما بيحل ضيفاً على الميريا الصعد حديثاً للدوري الألماني في تمام الساعة الثامنة مساء وطبعاً يتطلع الفريق الملقي المتوج مؤخراً بلقب السوبر الأوروبي على حساب انتراكت فرانكفورت الألماني لبداية قوية في الليجة الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي وللمرة 36 في تاريخه ده طبعاً متسلحاً بكتيبة عدد كبير جداً من النجوم الكبار واللي عندهم خبرة كبيرة جداً كما وصف تقرير بوابة سبورت لأن طبعاً أكيد هؤلاء النجوم حققوا عدد من البطولات خلال الموسم الماضي سواء الدوري أو أيضاً دوري أبطال أوروبا أو السوبر الأوروبي في الموسم الماضي وطبعاً بيعتمد المدير الفني المخضرم كارلو أنشلاتي على كتيبة الفريق الملكي والخبرة زي ما قلت في البداية في بداية قوية طبعاً لأنه هو عايز يحقق الفوز في مباراة اليوم علشان يقدر يثبت أنه هو قادر أنه يحقق الموسم للموسم الثاني على التوالي أو يحقق اللقب للموسم الثاني على التوالي على الجانب الآخر طبعاً نادي المريا قال صاعد حديثاً برضو هيحاول النهاردة أنه هو يثبت يعني لبقية الأندية المشاركة في الدوري الألماني أنه هو قادر على تحقيق أو الدوري الإسباني عفواً أنه هو قادر على تحقيق الفوز أكيد خاصة أنه هو صاعد حديثاً وكمان يمكن يعني بيتطلع للفوز على نادي طبعاً ريال مدريد أو تحقيق التعادل وده طبعاً يعني يمكن فريق ريال مدريد أو جمهور ريال مدريد على وجه التحديد شايف أنه هو صعب جداً تحقيقه ولكن الحقيقة أن الألمرية بعد يعني عقد عدة صفقات خلال المركات والصفي قبل أن يصعد للدوري أو قبل أن يصعد يعني للدوري الممتاز شايف أنه هو ممكن يحقق النهاردة الحقيقة يعني نتيجة إيجابية ومن موقع كورا تشافي بعد خيبة النقطة أمام فياكانو أطالب الجماهير بالصبر طبعاً أبدأ تشافي هيرناندز مدرب برشلونة استياء ومن التعادل الألسال بيدد رايو فياكانو بالجولة الأولى من الليجة وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أتفهم خيبة الأمل حيث ظهرت الكثير من التوقعات على الفريق ويجب تحليل المباراة جيداً والتحسن ومواصلة الإمام بقدراتنا والاستمرار في العمل ده طبعاً علشان يبرر هذه النقطة للجمهور خاصة أن كان فيه غضب كبير جداً هو شايف أنه هو هيستمر في مواصلة العمل والتدريبات حتى يعني يتخلص من هذه الخيبة خلال الفترة المقبلة وأتم أنه رايو فياكانو دافع بشكل جيد جداً خلال المباراة وكلفنا ذلك توليد فرص أكثر من المعتاد والمؤسف التعادل اليوم لأننا أردنا أن نظر الجماهير أننا على المصار الصحيح وهي خيبة أمل ونطلب من الجماهير أنهم يصبروا أو نطالب الجماهير بالصبر أخيراً منا موقع الرياضية قدم 65 مليون تشيلسي يطارد فوفانا وفق نادي تشيلسي الإنجليزي على طبعاً طلبات يعني الفرنسي واسلي فوفانا قلب دفاع فريق لاستر سيتي الأول لكرة القدم فيه الوقت الذي يبحث فيه عن اتفاق نهائي معنا دي الذي يقيم سعر العاب والشاب بـ 80 مليون جنيه استرليني وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس تقدم تشيلسي بعردين للاستر سيتي طبعاً في هذه الصفقة الأول بـ 60 مليون والثاني بـ 65 مليون ولكن طبعاً زي ما احنا قلنا في البداية أنه تقدرهم له هذه الصفقة هو 80 مليون استرليني طبعاً هم رفضوا بحجة أن اللاعب ليس معروض للبيع من الأساس ونوهة الصحيفة إلا أن لستر سيتي وعلى الرغم أنه يأمل فيه استمرار فوفانا طبعاً صاحب الـ 21 عام معه موسم آخر أو يعني موسم إضافي على الأقل خلال الفترة المقبلة إلا أنه لا يمانع في بيعه بعقد بسعر مناسب ودفع فيه 35 مليون جنيه طبعاً تيان من سانتينتين الفرنسي في 2020 ويتطلع فوفانا الذي وقع عقداً مع فريق الثعالب لمدة خمس موسم في مارس الماضي طبعاً هتنتهي في عام 2027 إلى اللعبة في صفوف تشالسي للحصول على راتب ممكن يصل إلى 200 ألف جنيه إسبوعياً طبعاً دي كانت كل النهار ده عناويننا فيه جولتنا الصحفية واللي طبعاً زي ما احنا شوفنا وتابعنا أن هي أكثر التركيز فيها على الدوريات الأوروبية وأيضاً الصفقات وأيضاً القيمة التسوقية الخاصة ببعض لعبي الدوري الأوروبي بشكركم جداً كلمة لكم مرة أخرى قراءة رائعة حقيقة منك زملتنا العزيزة ماري مسيح مشكورة جداً أنا وكريم شكراً جزيلاً